موسيقى بكم ورحمة الله وبركاته معكم من مدارس دور المعارف نأخذ درس جديد من درس الصف الثالث الابتدائي من مادة اكتشف درس النهاردة بعنوان الحفاظ على الطعام البارد طبعا احنا عاوزتنا نعرف النهاردة ازاي كان بيتم حفظ الطعام على مر العصور احنا في الوقت الحادل الوقت اللي احنا فيه بنحافظ على الأكل بتاعنا ازاي اللحوم والخضروات وكل حاجة بنحافظ عليه عن طريق ان احنا نستخدم استلاجات لان الدلاجات هي افضل انواع المبردات اللي هي بتحافظ على الطعام طيب احنا عايزنا نعرف بقى منذ آلاف السنين ما كان فيه كهرباء دمان دمان خلص منذ آلاف السنين ما كانش فيه تكنولوجيا ما كانش فيه اي حاجة زي الايام اللي احنا فيها في المصريين الكداماء استخدموا طرق كتير جدا علشان يحافظوا على الطعام بارد وعلشان خاطر كمان يحافظوا على الماء بارد يعملوا ايه بقى؟ كانوا بيجيبوا وعاقين من الفخار ويخطوا طبعا وعاق كبير ووعاق صغير الوعاق الصغير بيخطوه في قلب الوعاق الكبير وما بين الاتنين كانوا بيحط الرمل وكمان بيحطوا على الرمل مية علشان خاطر المية مع الرمل بتساعد على تخفيض درجة الحرارة واللي بيحصل ان هي بتحافظ على الطعام بس اكيد طبعا الطريقة دي ما كانتش بتحافظ عليها زي التدلاجة كده لفترة طويلة طب المية الشكل اللي قدامنا ده ده شكل برضو طريقة لحفظ الماء باردا ده اسمه الزير اسمه ايه الزير ايه يقولك يفضل ان الزير ده يكون في مكان بعيد عن الشم بحيث ان هو ان بيشتغل اكتر في المكان بيكون فيه طيارات حواء علشان كده ما يفعش احطه في الشمس علشان استفاد من الزير واخد منه الماء الباردا اللي انا محتاجه اسمه ليه بحفظ الطعام عبر الزمن قالك منذ سبع تلاف عام قبل الميلاد استخدمت التغفير في الشمس وفي الوقت الحالي احنا في الوقت الحالي برضو احنا بنعمل بعض الطرق علشان نحفظ بها لطعام دي ما احنا شايفين كده بالصب وبردو قبل عشر تلاف عام قبل الميلاد كانوا بيستخدموا النار علشان الطب ومنذ الفين خلسمة عام قبل الميلاد كان بيستخدم خبز الحبوب المجفات وثلاثين عام قبل الميلاد كان بيستخدموا الملحة للتغزين وعام 1810 ميلاديا كان بيستخدم مرطمونات السوجاجية اللي هو ايه للتعليل وعام 1920 ميلاديا ظهرت التلاجات الكهربائية ده شكل التلاجات الكهربائية يبقى التلاجات الكهربائية ظهرت عام 1920 ميلاديا في الاوقات اللي كانت قبلها كان بيستخدم طرق تانية في تغزين الطعام زي خبز الحبوب زي تكفيف الفواكه والخضروات وكمان زي استخدام الملح وكمان زي برطمونات الزجاجية وبكده درس النهاردة يكون خلص وأتمنى تكونوا استفدتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته